اشتركوا في القناة ولن تشعر حتى بوجودها انواع السلاحف واسعارها منها ما يعيش في الماء ومنها ما يعيش في البر منها كبيرة الحجم ومنها الصغيرة تتفاوت احجام السلاحف حسب نوعيها فمن الممكن ان لا يتعد طولها بضع سنتيمترات قليلة بينما هناك بعض الانواع العملاق يزيد طولها عن المتر هناك بعض الانواع المعمرة يصل عمرها الى 150 سنة واكثر الانواع الموجودة في مصر الزراعي الصحراوي والسلاحف اليونانية والسلاحف السولكاتا وتتميز سلحفاء الزراعي والصحراوي واليوناني بصغر الحجم اما سلحفاء السولكاتا فهي الاكبر حجما السولكاتا هي السالس اكبر انواع السلاحف في العالم اما عن سعر السلاحف اسعار السلاحف الصغيرة تتفاوت الاسعار حسب كل بلد وحسب النوع والوقت تتراوح اسعارها من 10 دولارات الى 100 دولار هذا الاقل سمنا وفي مصر السلاحف الصحراوي تبدأ من 150 جنيه الصغيرة اما السلاحف اليوناني يتراوح سعرها من 250 الى اكثر من 500 جنيه اما السولكاتا فيتراوح سعر الصغير منها الى 100 دولار اما الكبيرة فتبدأ من 400 الى 1000 دولار ويصل طولها الى متر ووزنها اكثر من 100 كيلو جرام ويتم تربيتها للحدائق او للتربح او للهواية او في مجال الابحاث العلمية كيف نفرق بين الذكر والانسة لا يظهر الفرق الا بعد 6 سنوات ويتفاوت عمر البلوغ بحسب النوع والتغزية الجيدة الفرق بين الذكر والانسة وذلك عن طريق امرين اما الذيل واما الصدف فالصدف يكون عند الانسة مسطح مستوي وعند الذكر يكون مقعا ولن يظهر ذلك الا بعد البلوغ الصدف للصغير يكون كله مسطح متساوي الفرق الثاني للتمييز بين الذكر والانسة الذيل ذيل الذكر اطول وفتحة الشرج اكبر بعكس الانسة الزيل قصير وفتحة الشرج تكون دائرية وصغيرة ويظهر العضو الزكري واضح متى تبلغ السلاحف البرية؟ يبلغ الزكر عند عمر 13 سنة وعند الاناس بعد سن الخامس عشر سنة ويتفاوت البلوغ بحسب النوع والتغزية والبيئة ويتزوج الزكر من ثلاث الى اربع اناس هذا الافضل لزيادة تخصيب البيت وقد يصل تزاوج الزكر الواحد لعشرة من الاناس ويجب ان توفر لهم البيئة المناسبة اذا كنت تربيها في المنزل او البلكونة اما عن السلاحف المائية فيبلغ الزكر عن عمر سنتين الى خمس سنوات اما الانسة فتبلغ عن عمر خمس سنوات لسبع سنوات اما السولكاتة فتبلغ بعد وصولها اربعين سنتيمتر وهذا النوع يستغرق خمسة عشر عاما حتى يصل الى مرحلة النورج اما عن موسم التزاوج فيبدأ بعد الشتاء من الشهر الثالث والشهر الرابع في الربيع والخريط وقد تضع البيض في الشهر الخامس وتبيض الانسة الى سبع بيضات في الاحجام الصغيرة يختلف كل نوع في عدد البيض ففي الانواع الكبيرة كالسلكاتة تصل الى خمس وثلاثين بيضا ويفقس البيض من ستين يوم الى اكثر من مائة يوم في الاحجام الصغيرة واربعة شهور او خمسة في الاحجام الكبيرة على حسب النوع الى ثمانية اشهر وتحفر الانسة وتضع البيض في الرمل ثم تقوم بتغطية الحفرة بعد قيامها بوضع الماء على الرمل وتبيض السلكاتة مرة واحدة في السنة اما عن الغذاء يجب ان يكون الغذاء به نسبة عالية من الالياف ونسبة البروتين قليلة ولا تأكل البقوليات مثل الفصولية والفول فهي تأكل الخضروات اوراق الشجر الجزر يجب توفير طعام مناسب للسلحفات من النباتات مثل الخس والاخيار والبرسيم والفواكه والخبز نصائح عند شرائك السلاحف من الممكن شراء السلاحف من سوق السيدة عائشة بالقاهرة او محلات العصافير او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وافضل وقت تشتري فيه السلاحف في الصيف والربيع ويفضل الابتعاد عن فصل الشتاء السلاحف من الكائنات التي تقوم بعمل السباة الشتوي ففي الشتاء تمتنع عن الطعام فلن تستطيع ان تعرف هل هي ممتنعة بسبب المرض ام بسبب السباة الشتوي اذا اشتريت سلحفاء وامتنعت عن الطعام فقد تكون اما مريضة او بسبب السباة الشتوي للسلاحف كل امراض السلاحف يكون معها انقطاع عن الاكل السلاحف من زو الدم البارد فتنقطع عن الطعام في البارد في فصل الشتاء وذلك بسكنها التام في جحرها وعدم قدرتها على الخروض لتناول الطعام ويجب عليك ان تقوم بتدفئة المكان لتأكل يجب ان ننظر الى سلامة العين هذا ثانيا اما ثالثا تأكد من عدم نزول اي افرازات من الانف اي يجب ان تكون جافة رابعا تأكد من الصدف ان لا يكون عليه لون احمر او اصفر او غير طبيعي تأكد انه لا يوجد اي كسور بالصدف واعلم ان السلاحف تحب الاستحمام فلا تحرمها من ذلك وتمتلك السلحفات صدفة خارجية صلبة تغطي جسمها من الاعلى لحمايتها من المخاطر مثل مهاجمة الحيوانات المفترسة بيض السلاحف البرية تقوم انس السلاحف البرية بين بيضة الى ثلاثين بيضة اما متوسط عدد البيض يكون عشر بيضات غالبا لكن لا يتبقى سوى القليل من هذا العدد من البيض حيث يعتبر بيض السلاحف من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الحيوانات المفترسة مثل السعابين لا تقوم السلحفات الام بحضانة بيضها او رعايته فهي تغادر الجحر بعد ان تبيض مباشرة ويستمر البيض في الجحر لمدة اربعة اشهر حتى يفقس ثم يمكس في الجحر لمدة اسبوع وبعدها يكون قادرا على الخروج ومواجهة الحياة من مميزات تربية السلاحف انها امنة جدا فلا يمكن ان تتوقع منها اي ازا لا عض ولا صوت السلاحف لا اسنان لها تتميز السلاحف بانها معمرة فقد تعيش اكثر من مائة عام ومتوسط حياة السلاحف السولكاتة حوالي خمسون الى مائة وخمسين سنة انها ليست مكلفة فتأكل من المنزل فلن تكلفك شيء اكلها متوفر في كل منزل وفي الختام لا تنسوا الاعجاب والاشتراك تشجيعا لنا